موسيقى هيا القاسم من هي؟ هذه السؤال يمكن صعب بالنسبة لي لأنه يعني لما الإنسان يواجه نفسه يكون صعب أن يتكلم عن نفسه لكن أنا بحاول أن أنا أختصر منها يا القاسم في بضع كلمات إنسانة عادية، إنسانة بسيطة، بعيدة عن المسلميات، بعيدة عن الألقاب، بعيدة عن كل شيء أنا إنسانة عادية لكن أنا عارف يعني وين متواجدة، عارف قيمة نفسي، عارف قدر نفسي إنسانة جدا يعني بسيطة أنت ميل للناس وايد مثل ما يقولون ابنة الطين، وكلنا ابناء الطين إحنا الحمد لله رب العالمين يعني عشت مراحل في حياتي إلى أن الله سبحانه وتعالى كتب أن أنا أكون إعلامية أمتهنت مهنة الإعلام، درست الإعلام، تخصصت في أكاديمياً، تدرجت في مهامي الإعلامية على مدى طوال 20 سنة والحمد لله وصلت إلى هذه المرحلة اليوم اللي أقدر أن أنا أقول أني إعلامية حقيقية أول ما بديت في 2004 كنت طالبة أدرس الإعلام في جامعة البحرين وكنت أدرس البكالوريوس تخصص وصات متعددة أو مالتي ميديا أول خطوة خطيتها في الإعلام قدمت برنامج، هذا البرنامج كان برنامج شبابي يناقش القضايا الشبابية فبدأت مثلا ما يقولون بالعميق، يعني دخلت الإعلام من أوسع بوابه هذا البرنامج كان يشكل لي تحدي صعب لأنه من غير أي تدريب، من غير أي مقدمات لكن كانت فرصة يعني إيجابية، كنت أدرس وأشتغل في نفس الوقت فجدا يعني ساعدني في سقل شخصيتي اللي وصلت له اليوم بعد 20 سنة الطفولة كانت مرحلة جدا جميلة، طفولتي كانت هادئة وايد استمتعت في طفولتي، ومثل ما نقول يعني أنت رست عيني الحمد لله ربين على خير، يمكن لو بتكلم عن شخصيتي وممكن طفلة شخصيتي كان في نوع من التناقض أو التضاد، كنت هادئة في نفس الوقت كنت أسمع من أمي أن أنا كنت وايد شقية فالناس يمكن يعني هذا الكلاب أول مرة يسمعونه، أنا كنت وايد شقية بس في نفس الوقت كنت هادئة، لا تسئلين شلون ما أعرف لكن أعتقد ياسمين أن هذه التناقض اليوم شكل لشخصيتي وعرف عني اليوم أن أنا جدا متوازنة، فأتوقع أن هذا التناقض وهذا التضاد كان سبب في أن أنا اليوم تنرسم شخصيتي بتوازن هدوءي كان بسبب التفكير، كنت يعني طفلة وايد أفكر، وايد أحلل دائماً أسأل ليش، كنت دائماً أتابع البرامج والأخبار تستهويني دائماً المواضيع السياسية رغم يعني صغر سني، ما أدري ليش وأذكر مرة أبوي كان يعني دائماً ينبهني وإنبني أن ما أتابع هذه الأمور، هي أكبر من سني بس كان في شيء يلح عليه أن أنا في شيء لازم أشيله كحمل أو أشيله كمسؤولية ما كنت أنا عارف هذا الشيء شنو، فكأني أصبحت أنا دائماً المنصط حق صديقاتي ودائماً أحب أسمع، ودائماً أبي أرجع إلى جذور الأمور لما أسمع مثلاً خبر أو أشوف صور حرب أرجع دائماً ليش؟ ليش صار حرب؟ ليش صار شدي؟ أرجع لجذر الأمور، وكنت يعني جداً شخصية تحليلية وهذا الشيء أتعبني وأنا صغيرة، بس فهمت أنا ليش؟ سبحان الله، الله سبحانه يخلق يعني كل إنسان ولا سلوك ولا يعني تفاصيل معينة لما تكونين صغيرة، أنت ما ترين ليش كنتي تشيل، بس بعدين تفهمين هذي كان الجانب الهادئ، من يوم ما أنا صغيرة أحب أخطط، أحب أحط أهداف ما كنت أعلم شنو معنات أخطط وأحط أهداف، كان شيء تلقائي، بس بعدين فهمت الشيء اللي كنت أشوفه دائماً أحط له سيناريوهات، من يوم ما أنا صغيرة الحين صار عندي طبعاً عادي يعني في هذه الشخصية وفي هذه العمر دائماً كنت أقرأ، أقرأ الكتب، أقرأ التاريخ، أبي عرف ليش صار ثورة، ليش صار حرب ليش مثلاً هذه الخبر نزل، ليش توفت هذه الشخصية، دائماً كنت يعني أدوش في العميق أما الجانب الآخر يعني من حياتي اللي هي الشقاوة شقاوة أي طفل يعني بس أنا أسمع أمي تقول إنه وايد، إن شاء الله يعني وايد، سأنا كنت أشوف إنه شوي، بس الحمد لله يعني هذي كلها نعكس عليه بعدين فهمت أنا ليش كنت شبيه، حتى هالي، حتى أمي وأبوي رغم إنه يمكن يعني كانوا يقولون عني إنه أنا وايد شقية بس اليوم أنا الحمد لله فضل الله أصبحت أنا أقرب بنتي لأمي وأبوي الحمد لله صرت أنا أقرب بهم يعني لا كسور في باقي أخواني وخواتي ولكن صرت جداً قريبة منهم ومتواجدة دائماً لهم فدائماً يعني يمكن أقول حق أمي إنه شفت تقولين لي أنا أشطان واحدة؟ شفت الحمد من اللي معاتش دائماً أنا؟ أنا تخصصت أولاً مواد التجارية ليش؟ لأن بعض العوائل إذا واحد من الأخوان أو واحد من العيال يتخصص ديشي على طول باقي الأخوان ممكن إنه يتخصصون نفس التخصص وأنا اللي أنا كنت صغيرة وما كان عندي أنا الوسطية يعني ما كنت ماخذة الصورة الكاملة إنه شلون ممكن الإنسان يكون عنده قدرات يكون عنده مهارات ما كنت أنا أعرف وما حد وضح لي ذي الشيء لكن الحمد لله أنا درست المواد التجارية وكنت أبي إعلام فهمت إنه كان فيه شغف اسم إعلام أنا أبي إعلام وفيه ناس عرضوني وايد إنه ما داش الإعلام ما حد كان يعرف شنو معنات إعلام ذاك الوقت يعني الفين واثنين تقريباً فشنو كان يقولون لي شنو معنات إعلام؟ معناتها بتمثلين يعني بتمثلين ما سرحيات؟ لا، فكنت أنا شرح لهم شنو معنات إعلام؟ في أشياء وايد في الإعلام، في تخصصات وأعتقد إنه هذي الأقرب لشخصيتي أنا أنتوا دائماً تقولون إنه أنت كنتي جريئة في طفولتك أنا كنت الحمد لله ملك الشجاعة وأنا صغيرة جريئة يعني عندي قدرة للحديث وأتكلم وعندي أسلوب ومنطق في الإقناع من يوم أنا كنت صغيرة؟ يمكن دائماً كانوا يقولون لي أنت عايش أكبر من سنك أو أنت سابقة زمانك أنا لا، بس أتوقع يمكن لأن قراءتي وتركيزي وتحليلي للأمور هذه ساعدني في أن تتكون شخصيتي بهالطريقة كان ممنوع أن اللي يدرس تجاري يعني يدخل أو أكلية الأداب أو مجال الإعلام لأن أكيد اللي بيدرس إعلام لازم يكون طالع ومتخرج من الأداب بس الحمد لله رب العالمين هذي كان عطاً من رب العالمين وفهمت أن الله سبحانه وتعالى اختارني حقدي التخصص ودشيت الإعلام وتأهلت فيه وتخصصت فيه أكاديمياً ودفعت الثمن مقدم كنت عارفة أن هذه الطريج بيكون جداً صعب صحت وايد، صبرت وايد، دعيت وايد، انسحبت بعض المرات بس كان في شي يقول لي وأصلي كان في شي يقول لي هذي مكانك الحقيقي يكن متركزين أن أنا قلت إعلامي حقيقي، إعلامية حقيقية هاي مكاني الحقيقي اليوم في وسط هذه الزوبة على اللي نشوفها في يوم وليلة نرقد ونقوم نصحة نشوف إعلاميين ونشوف في طارقين على المهنة تزعلين لكن هذا الشي يعطيك يعطيك فكر معين ويعطيك يعني معنى واحد لأنه أنت قاتلت حقدي التريج ولأنه أنت تخصصت فيه وتدرجت فيه من غير أي دعم ومن غير أي تشجيع تتأكدين أن أنت فعلاً حقيقية وأنت صاحبة المكان قبل لأدرس الإعلام كانت عندي رغبة أن أنا أدرس العلوم السياسية بس ذاك الوقت ما حصلت جامعة يعني في البحرين تدرس أو تقدم هذا التخصص رغبة الثانية هي الإعلام ما فهمت ليش كرب العالمين كان لحكمة وخطة الله سبحانه وتعالى دائماً أفضل الله سبحانه وتعالى هيئني في الإعلام اليوم أنا رجعت إلى بيت اليدين اللي هو الأخبار أقدم نشرات السياسية وأقدم البرامج السياسية قد يكون رب العالمين يعني يبغيني أن أنا أكون أنضج أفهم وأقدر أخذ قرار وأعرف شون أتكلم وأعرف شون أناقش القضايا وأفهم أبعاد كل موضوع إعلامي وأفهم آليات وأدوات الإعلام السياسي فهذه كانت الخطة واصل طبعاً دراسيا بعد المالتي ميديا الحمد لله رب العالمين أخذت الماجستير أمتياز مع مرتبة الشرف في تخصص التخطيط الإعلامي اللي هو تحت بنت طبعاً الإعلام الاستراتيجي صبرت عشان أحصل ذي التخصص وانتظرته والحمد لله قدرت أن أحصله بديت مراسل هني اشتغلت في الأخبار بديت مراسل أخباري وانتقلت يعني من مراسل أخباري انتقلت حق مراسل تلفزيوني ووصلت البرامج التلفزيونية فقمت أطلع كمراسل العمل الميداني أنا ويد أحبه ويد أحبه يعني شكل حتى يعني شخصية الإعلامة بشكل مطبيعي بعدين واصلت طبعاً تقديم البرامج كثير من البرامج أنا قدمتها لما كنت في مجال التلفزيون وصلت مرحلة أن أنا أشرف على برامج آخر برنامج أشرفت عليه كان برنامج الراي في تلفزيون البحرين برنامج الراي حقيق الكثير من الأمور نقشنا الكثير من القضايا استعرضنا الخدمات الموجودة طبعاً للحكومية في الدولة كنا نصلت الضوء على كل الأمور المتعلقة طبعاً بالوطن والمواطن أقوم بخذت قرار خلاص أنا كبرت يعني لما أقعد قدم برامج 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 أنا الأوان أن أنا أرجع لبيتي القديم اللي بديت فيه مراسل أنا جاهزة حق الأخبار جاهزة لكل الأمور المتعلقة بالشأن المحلي السياسي العربي العالمي الخليجي أفهم بعض الأمور وتكونت عندي فكرة شاملة وأصبحت أنا اليوم علامي شامل وهذه أعتقد اللي كان مطلوب قبل لأدخل التلفزيون اشتغلت في المجال الصحفي كنت أكتب عمود في أحد الصحف المحلية وكنت أعمل تقارير وكنت أعمل ريبورتاج وأيضاً كنت أسوي لقاءات في أحد المجلات المعروفة فأنا جاهزة كنت الحمد لله يعني خلصت رحلتي في التلفزيون والآن انتقلت إلى مركز الأخبار والحن صار لي السنة من بعد ما قدمت النشرات وأيضاً البرامج السياسية أقرب البرامج كانت لقلبي البرامج اللي كنت أعدها أنا وأقدمها لأن كنت أتعامل مع البرنامج اللي أنا أعده وأقدمه وفكرتي شي جزء مني فكنت أقاتل عشان أني ينجح الحمد لله نجح كان في برنامج بين يديك إن شون ممكن تحولين الأزمات إلى قصص نجاح وهذه نعرض طبعاً في 2014 هذا شاشة التلفزيون البحرين بعدها على طول برنامج دروب قلنا نستعرض قصص النجاح بالنسبة للشباب البحريني كثير من الأفكار الجميلة اللي شفناها في هذه البرنامج وبعدين برنامج الراي لأن برنامج الراي كان بمثابة تحدي لي برنامج رئيسي مسائي يهم كل المواطنين في البحرين فإنش تمسكين الأشراف في نفس الوقت تقدمين هذا كان تحدي كان تحدي والحمد لله يعني الله سبحانه وتعالى حباني بفريق كان ذهبي مميز قدرنا نحن نحقق أهداف البرنامج مو مختلفة وايد عن البرامج اللي قدمتها لكن بين السطور ماخذ الصبغة الأخبارية البرامج اللي كنت أقدمها طبعا على شاشة التلفزيون كانت ما بنقول إنها في غالب إخباري كانت في غالب اجتماعي نوعا ما أما في الأخبار تاخذ طبعا الصبغة الإخبارية فيها رقم وايد فيها رسمية أكثر لكن ما كان يعني صعب علي ولا كان مختلف أنا يعني من زمان كنت أقوم بهذه الدور يمكن الآن صار بشكل يعني رسمي في فترة كورونا هني يطلع دور الإعلام الحقيقي والحمد لله كان لي الشرف أن أنا أكون ضمن فريق يسمونه فريق العزمات هني تطلع الحاجة لأن يكون الإعلام الحقيقي موجود ويؤدي دوره بشكل صحيح وايد أمور مرت علينا زائلتنا لكن كان عندنا هم واحد أن نحن نقوم بدورنا كإعلام وطني على أكمل وجه والحمد لله قدرنا نحن نحقق نجاح باهر في هذه الفترة إن شاء الله يارب ما ترجع هذه الفترة النقد اللي كان يصيبني كان يضايق أهلي أكثر أنا بعد أحتاجت فترة طويلة علشان أهلي يفهمون أن هذا الشيء أنا أحبه وهذا الشيء من ضمن اهتماماتي وأنا قلت يعني قلت وايد حق هالي وقلت في بداية اللقاء وأنا كنت أعرف أن هذا الطريج مو معبد بالزهور ولا مفروش بسجاد وردي ولا الحياة وردية دفعت الثمن غالي ومقدم لأن كنت أعرف أنه شنو بيصير كنت أفهم وعرف خصوصا أنه أنا كنت نرجع كنت لما أقرأ عن أي شيء أو أشوف أي برنامج أو أتيني أي معلومة من يوم أنا صغيرة أرجع إلى الجذر جذر المشكلة فكنت أسمع أنه في ناس يقاومون وأسمع أنه كانت في مشاكل والناجح دائما يحارب فأنا كنت متهيئة ما بقول ما تأثرت لا تأثرت ويد خدت قرار أن أنا بوقف أنسحبت كذا مرة لكن في شيء كان يدفعني أعتقد رب العالمين يعني كان كان معاه يحميني وكان دائما أنه يسهل لي يعني الطريج ومثل ما قلت لك أنا من الناس اللي تدرجت ولا حصلت دعم في بداية عمر وكنت قاتل علشان أدخل الإعلام وتيسرت لي الأمور ففهمت أنه واصلي واصلي حتى لو كان صعب صبري صبري وصابري هيا صبري وصابري في شيئاً إن شاء الله والحمد الله يمكن أن تلاحظتوا كلكم يعني أنا ما أقدم برامج المسابقات أو عمري ما قدم في برامج المسابقات أنا مو ضدها بالعكس بس معنا في ناس يقولون قدمي نبي نشوفك في برامج مسابقات ما جربت الصراحة بس هذه البرامج يعني ما أحس إن شخصيتي يمكن أن تصح أنا ما أحس ما أدري يعني أتيني فرصة ما أدري بس أنا شخصيتي دائماً أحب أناقش قضايا أحب أسهولة أحب أصبر أغوار كل شيء أحب أرجع للجذور أنا شذي طريقتي ودائماً عندي كان يعني قاعدة إن برامج المسابقات لها ناسها وتندرج طبعاً تحت برامج المنوعة أنا تخصص في برامج الحوارية تخصص في البرامج الجادة جادة جادة مو معنات أن أنا ما أضحك يعني في ناس كان يقولون طلعتي الضحكين والله العظيم أضحك بس لأن في موضوع في قضية جادة أنا مهم أن أنت كمشاهد بحريني أنا قاعدة أناقش قضاياك وقضيتي أصلاً لأن أنا وأنت واحد وأنت ولديرتي وأنت من ديرتي فأنا لازم أخذ الموضوع بجدية أكثر يمكن فترة والفترات ناس وايد لما كنت أقدم برنامج وطني برنامج وطني كان بعد من البرامج القريبة لي؟ لأن فعلاً كنا وايد قريبين من أهل البحرين ونتكلم بلغتنا ونسولف عن سوالفنا ونستعرض ونشارك همومنا فكان جداً قريب فكانوا الناس يقولون يعني شفنا في شخصية ثانية غير شخصية هاي غير شخصية هاي اللي احنا نعرفها الجادة اللي تناقش غضايا كان فرصة لي هذه البرنامج عشان يكشف عن شخصيتي الحقيقية أنا ما أطلع في التلفزيون أنا أدي دور أدي مهمة وأدي مهنتي فأنا من نوع ياسمي وويد أحترم المشاهد مو كل شي بضحك علي أخذ المواضيع بجدية أحياناً لكن إذا في مواضيع مثلاً تساعد عنا أنا بضحك ولا الطفل جو عادي ترحنا نحب الفلة ولا نوسه طيب إحنا قلنا نصيحة طبعاً حق اللي بدش المجال الإعلامي لما يحط الشهرة جداء مكانية أنه يداش الإعلام للشهرة بيحصل على الشهرة لكن المنخفض بيكون جداً خطر لأنه عنده منافسين اليوم وإحنا قاعدين نعيش في حياة وفي وقت وفي عهد النجوم والمشاهير أكثر من الجماهير صاروا طيب لما أنت تحط جدام عينك أنه هدفك من الإعلام أنت تنقل القيم تبني المجتمعات تنشر المبادئ تحافظ على وطنك تحافظ على أمتك تحافظ على دينك ما تحتاج شهرة لأن أنت الرسالة اللي قاعد تقدمها رسالة نبيلة وسامية وأعتقد أن هذه أفضل بمراحل من الرغبة في أن أنت تشتهر فقط كان في كلمة أخيرة أول شيء كل التقدير والاحترام لكم على دوركم الجميل اللي تقومون فيه يعني صحيفة الوطن بهذه الدور كإعلام مقروء يعني أعتقد أنك سرت القواعد وهي تأكيد على كلامي اليوم نحن فعلاً قاعدين نحاول أن نواكب أي تطور قاعد يصير يمكن المهتمين يعني بالإعلام الورقي والصحيفة كورق قل الإهتمام بوجود طبعاً تكنولوجيا ووجود هذا التطور الهائل لكن أحييكم طبعاً على هذه الأفكار الجميلة اللي تقدمونها طبعاً سواء في السوشال ميديا وحتى في الصحف الورقية اهتمامكم وصبركم ومقاوماتكم لصطوة الإعلام الجديد يعني هذي يكون محل تقدير أكيد واحترام شكراً لكم على المقابلة أسألة كانت جميلة حسيت بريحية وأتكلم وأتمنى إن شاء الله أن أكون من الأشخاص اللي ولو بكلمة أو حتى بحرف أن أكون أثرت في حياتي في يوم من الأيام إن شاء الله